السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سوف نأخذ درس الرياضيات للصف الرابط الميتماتيك المرة الماضية خلصنا الثانجينيتي سوف نبدأ سوف نبدأ بأول موضوع الكسير لير أول درس بالكسير لير قبل مرة لكن وصف الثالث لكن بشكل مبسط هون نوعا ما متوسعين فيه شوي بدنا نأخذ ثلاث مواضيع بدنا نأخذ بسيط أو هذول ثلاث مواضيع هون تحت بعضهم نكاتبين بسيط كسير وبلا شيء كسير وتعم صيلة كسير تمام ثلاث شغلات كتير سهلين إذا فهمنا شو هذا الكسير شوفوا كلا تبتج من البلمة كسير هو يجاي من البلمة تمام بلمة نحن أخذنا إذا بدنا نقول مثلا 6 بلو 4 نحسن نكتب هيك بلو نحسن نكتب هيك 6 بلو 4 نحسن نكتب هيك الت بلو 4 نحسن نكتب هيك الشكل الرابع كمان للبلو كمان إلى شكل لاخ هي الت بلو 4 بها الطريقة فوق نحن بالعربي منقول بسط ومقام هذا بسط منقول له هذا منقول له مقام هون هني بالتركي بقول له هذا باي باي وهذا اللي تحت الرقم التحتاني بقول له باي 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 دا واحد باي 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 يعني الخط تبع الكسر بها الطريقة هاي إذن كتير الأمر بسيط عندنا خط في فوق رقم وتحت رقم يلي من فوق من قوله باي يلي من تحت من قوله باي ده تمام؟ حلو كلاته اسمه كسير هالكسير هاد يأما يكون عندنا الباي أكبر من الباي ده أو بالعكس الباي ده أكبر من الباي إذا كان الباي أكبر من الباي ده مثلا بير على رح تسمعه كتير مني أنا متعود بالعربي ما نقوله على هاي يعني تقسيم بير على اتش مثلا إذا عندي الباي هذا الباي أصغر من الباي ده الباي هون بير الباي ده اتش هذا شو بقوله بقوله باسيت كسير إذن إذا كان عندي الباي أصغر من الباي ده منقوله باسيت كسير باسيت كسير أما إذا كان الباي ده أكبر أما إذا كان الباي أكبر من الباي ده مثلا إذا كان عندي دقوز على سكيس هذا بقوله ب عفوا شو ما نقوله ب لشيك كسير هذا الفرق بين البسيط كسير والبلشيك كسير البسيط كسير الرقم الفوق أصغر من البي من الرقم اللي تحت أما البلشيك كسير الباي الرقم اللي فوق أكبر من الرقم اللي تحت تمام؟ إذن هاد بلشيك كسير وهاد بسيط كسير إن شاء الله تعالى يكونه واضحة توقع سهل الأمور طيب هاد 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 لما بيكون عندي بلشيك كسير لما يكون عندي الفوق أصغر أكبر من التحت وبالتالي رح يكون الجواب أكبر من الواحد صح؟ رح يكون الجواب أكبر من الواحد أما لما يكون الفوق أصغر من التحت راح يكون جواب اقل من الواحد. طيب اه الجواب اكبر من الواحد مع انت انا راح يكون عندي احيانا بيجيني رقم لانقول هذا نحنا منقله ثلث مثلا بير على ايتش منقله ثلث خلينا اضربه المثال بير على ديرت هذا كسير اذي نحنا منقله ربع طيب اقول انا واحد وربع واحد وربع يعني واحد اخذ قطعة كاملة من البسكوتي او من اخذ كيكي كاملي واخذ ربع قطعة ربع قطعة يعني انا عندي مثلا كيكتين كيكي تنتين تمام كل واحد يمقسمي اربع اقسام كل واحد يمقسمي اربع اقسام اجي الشخص اشترى هاي كلياتا واشترى ربع من هاي ربع من هاي هيك اشترى اخذ واحد كاملي وربع هذا ربع هذا ديرتبير 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 هينسيتم أقلكن شو بنقرأ هلأ ما نقلكن تمام أخذ وحدي كاملي كيكي كاملي وربع كيكي شو بدي أكتبه هون بكتب بير دور تبير هيك بير لحال تام بير هذا ما نقل له تام بير تام بير وهذا ما نقل له دور تبير شلو نقرأ أي كسر كان شلو منقرأه مثلا نقول عندي كسر مثلا اكي على بيش شلون بدي أقرأ هالكسر هذا؟ هذا قلنا كسر صح؟ وقلنا شو الفوق أظهر من تحت هذا بسيط كسر شو بدي أقرأه؟ بدي أقول بيش بدي أبلش من تحتاني بيش بيش تي اكي اكي يعني يا بدي أحط مع الرقم يادا يادا ياتا ياتي على أي أساس إذا كان آخر حرف صوتي بالكلمة من القلن يعني إذا كان إذا كان آخر حرف صوتي بهدول من هدول بقول دا وإذا كان آخر حرف صوتي بالكلمة من الإنج أو إ أو أ او بقول وادا كان اخر حرف صوتي من هدون واخر حرف الكلمة من احرف الفستقش الشهاب شو بسوي بحط وادا كان اخر حرف صوتي بالكلمة من واخر حرف الكلمة من الفستقش الشهاب بقول مع الوقت تعود عليه مفروض انتو هدون هي فهمانينون من صف الاول او التاني مفروض اذا هون باش باش بدأقول تا ولا تا بدأقول دا ولا دا ولا تا ولا تا بطلع باش اخر حرف صوتي بكلمة ا من الانجا بدأقول دا او تا طيب اخر حرف بالكلمة ش ش من الفستكسي شهاب شهاب اذا الش من الشهاب والتالي بيقول تا ما بصير اقول باش تا ولا باش دا ولا باش دا ما بصير اقول باش تا اذا بقول هاي بضف له دا او دا الرقم اللي تحت البي دا يا بضف له دا او دا او تا او تا والفوقاني باكتبه متل ما هو باكتبه متل ما هو يعني هاي باش تا اكي دور تا بير شو استعنا اج تا بير دور تا عالتا تما هيك من نقرون سكس دا سكيز ده دوكوز هكي نقرأ هذا من تهد لفوق من تهد لفوق إن شاء الله تعالى يكون واضح إذن هذا بقوله تام بير دورت دورت ت دورت بير هكي نقرأ هذا الرقم هذا تام ساي تام ساي لكسر تام ساي لكسر إذن هيك نحن تعرفنا على البسيط كسر يلي بيكون من فوق الرقم من فوقاني أصغر من تحتاني يعني الباي أصغر من الباي ده وبيليشي كسر بيكون بالعكس الفوق أكبر من تحت والتام ساي لكسر تام ساي اللي بيكون عندي رقم تام عادي رقم عادي وبالإضافة في معه كسر في معه كسر إن شاء الله تعالى يكون واضحا هلق على التمارين بتوضح ماكن أكتر وإكتر إن شاء الله طيب لا إلهي الله مروا التمارين وين ساي تدي التمارين هون التمارين شو أمي قولي هون أمي قولي أشهدك 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 موديل لرين كسر من أصل التماني هذا العدد الكامل بحطه تحت وكم واحد رايح بحطه فوق تمام كم واحد رايح كم واحد مشخوط كم واحد معمول عليه إشارة كم واحد ملون إلى آخري إذن بأول شي انتحت بحط العدد كامل وفوق بحط العدد يلي مخالف عنه حلق هون كم واحد شكل كامل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بحطه تحت 9 ده صاري تمام كم واحد لوان 1 2 3 4 هذه 4 حلق هون كم واحد كامل 1 2 3 4 4 8 4 12 إذن تحت بحط 12 كم واحد رايح 1 2 3 4 5 6 6 إذن 12 ده 6 9 ده 4 8 ده 3 هيك بنقرأه بنجي على هاي هون عندي واحد تام تام ملونينه وبالتالي هون عندي بير صح؟ بير تام بعدين عندي كسير من تحت بحط كم واحد هدول بير إيكي إوتش دورت هاي دورت تحت كم واحد ملون من الدورت إوتش دم بير تام دورت إوتش هيك بنقرأ هذا الرقم الكسري بير تام دورت إوتش هون في عندي تام يعني عندي بير وفي عندي هدول بير إكي إوتش دورت بش 6 يدي يدي مبصير يدي لا والله يدي مزبوط يدي شقد رايح من يدي بير إكي إوتش دورت بش هدن بش شلون نقرأ هاد الرقم بير تام يدي ده بش بير تام يدي ده بش هون عندي بير تام هاي بير تام كم أحدون عندي بير إكي إوتش دورت بش هدن عندي بش كم أحد من لوا مننن 3 بحطة فوق بير تام بش ده بير تام بش ده بير تام بش ده هك بنقرأ هذا هون عندي بير تام هاي بير هون عندي بير إكي إوتش دورت 8. إسخدر أيح من النون 3. 1 tam 8-3. 1 tam 8-3. هون عنده 1 tam. هاي 1 tam. كم أحد هون عنده? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 8. 8. إسخدر أيح من النون. هون عنده 4. هون عنده 1 5. 1 tam 8-5. 1 tam 8-5. هون عنده 1 tam. هاي 1 tam. هون عنده 4. هاي 4. إسخدر أيح من 4. 3. هاي 3. 1 tam 4-3. 1 tam 4-3. إن شاء الله تعالي يكون واضحا. أي سؤال بدكن يا بالتعليقات. أو مجموعة تليقرام إن شاء الله ما بقصر معكم بشي. هون عنده كاتب لي بأرقام. و هون بده الأقنوشو. أقنوشو. 8-3. 8-3. 9-6. 9-6. 9-6. هاي كنقرأو هات. 8-9-6. هون 5-t. 5-t. 1 tam 1. 1 tam 1. إذن. طبعا 1 لحال و 1 لحال. أنا خربت أنا بعضون. إذن 5-t. 1 tam 1. حسب الكلمة والفوقاني بنكتبه مثل ما هو. هون عندي بير tam. أول شيء بنقرأه. بير. tam. طبعا 1. طبعا 1 لحال الآن نحن نمر معنا بير tam. ممكن نمر 2 tam. 5 tam. 6 tam. ما العلاقة. بير tam. يدي. يدي. بلا سنا منتهت. يدي. آخر حرف صوتها شو هو إي وبالتالي يدي ده يدي ده إكي بير تام يدي ده إكي هون آلت شوفوا آلت آخر حرف صوتها بكلمة إتقيل وبالتالي آلت ده آلت ده آلت ده سكيس آلت ده سكيس هون عندها دورت تام دورت تام دوكوز 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 آخر حرف صوتها بكلمة إتقيل وبالتالي شو بحط دا دوكوز دا دورت إذن دورت تام دوكوز دا دورت طيب هون بالعكس إكي تام هى إكي تام دورت تام دورت تام دورت يؤ في التحى من تحى من بخوز هون. دوكوز دا 14. اذا دوكوز من تحت و 14 من فوق. دوكوز دا 14. هون. 3 دام 2 دا 1. هاي 3 دام و هاي 2 دا و هاي 1. هون عند 5 دا 7. هاي 5 دا و هاي 7. هون عند 3 دا 10. هاي 3 دا و هاي 10. شاء الله تعاليكم. السلام عليكم. هون بالعكس. مش هي كان عاطيني هو ملوني ايهون. و انا كتبت تحت. هلأ هو عاطيني ايهون. انا بدأ لون فوق على هذا الاساس. طيب. دعيني نجيب العلوان. اوتش دا اكي اوتش. هني عددون اوتش. ايكي ملون منهم اكي. راح نلون منهم اكي. هايك صار عندي اوتش دا اكي. هون عندي باش. اوتش. بيش دا اوتش. اوتش. راح نلون اوتش منهم. بيش دا اوتش. هون عندي سكيز بير. ملون بير. يعني الثمن. هون عندي بير تام. بير تام هاي راح نلون بير تام. باشرة. بشا ما انخربت. يعني حبي حبي مثل ما بقوله شوي شوي شوي. هاي بير تام. اذا هاي بير تام. اوني كي دا هاي اوني كي. دوكوز. بدي لون دوكوز من اوني كي. اذا هاي راح نلون دوكوز. اوتش. هيك لو ونا دوكوز. اذا بير تام. دوكوز تام. اوني كي دا دوكوز. هون عندي السكيز. ااا على عالطة. هون بده هيك شوي حركة صغيرة. السكيز بها كم عالطة؟ بها بير. هي صار عندي بير تام. شقد بيضال من السكيز؟ شقد بيضال من السكيز؟ بيضال من السكيز اكي. إذن شو بقته بير تام إكي دي آلط هيك هاد نفسه هاد نفسه نفسه تمام شو بدي ألوان بير تام بير تام هاي بير تام من الآلطي هدول بدي ألوان اتنين إكي آلطي دا إكي آلطي دا إكي مروح على آخر سؤال هون عم يقول لي الآ وين وين صايرة بنكتب هون رقم شوفو هون عندي من الصفر للبير مقسمو لكم قسم هاد ما بعدو بير إكي يتش دورت بيش لأ خمس قسام معانت من البيش من البيش وين صايرة الآ بير إكي إذن بيش تا إكي الآ وين صايرة بالبيش تا إكي هون عندي من الصفر بير يعني بير تام عندي تمام بعدين من البير اللي إكي نقسمينه لبير إكي إكي إوتش دورت أربع أقسام طيب معانت عندي بير تام أول شي وعندي أربع أقسام والآ وين واقعة بير إكي ممكن يكون صعب عليكم كبداي لا مع الوقت تتعودوا علينا إن شاء الله هون عندي صفر بير إكي الآ بين الإكي والإوتش الآ بين الإكي والإوتش يعني الإكي أكبر أكبر من الإكي والتالي الإكي أكيد مضموني يعني إنه موجودي إكي طام بقى شقد إكي وشقد بير إكي إوتش هون قاسمينه لثلاث تقسام موجودي الآ على الإكي يعني من الثلاث تقسام الآ موجودي على الإكي يعني إكي طام إوتش تا إكي هون عندي من الصفر للبير قاسمين لها بير اكي اتش دورت بير اكي اتش دورت تمام لاربع قسم يعني هاي اربع دورت وين موجود هو الان بير اكي موجود بالاكي اذا دورت اكي ان شاء الله تعالى بهالطريقة يكون خلصنا ان شاء الله تعالى يكون حسنت ان يفيدكم بشيء واي سؤال بدكم يا بالتعليقات او مجموع التليجرام بالاوصف اتبع الفيديو ان شاء الله تعالى ما قصرناكم رب يحميكم ونفقكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله